الانتخابات الرئاسية 2024 أرجع لكم من جديد في ميديشو على مزايكا فيم في إتار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 يوم 6 أكتوبر نحن في الحملة الانتخابية وكما فسرنا لكم نعود أن نفسر ميسالش ونعطيها المعلومة للمستمعين وأنه قمنا بقرعة يوم الجمعة الفارت لأشرف عليها عدل منفذ مع نائب رئيس الهيئة وعليا المستقلة للانتخابات مع زوز ممثلي حملات متع المترشحين سيد زهير المغزوي وممثل سيد العيشي زمال علما وأن أعلمنا المترشحين الثلاثة ومديري حملاتهم بيوم القرعة هذية ومثلا ممثلي حملة الرئيس المنتهي وليته وسيد قيس سعيد لم يحضر ولهم الحق في ذلك أكيد قمنا بالقرعة باش يكون باش نحدوا أيام ظهورهم على امتداد الأسبوع الثلاثة اليوم يحضر معانا السيد زهير المغزوي المترشح للانتخابات الرئاسية سيد زهير مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بيت وانسل تبعوا فينا الكل شكرا لك على قبول الدعوة على حضرك معانا اليوم انت حضرت معانا في اللي داعا أكيد في فترات كثيرة في البرنامج هداية كمعناها أمين عام الحزب أو كسياسي أو أيضا كعضو مجلس نويب شعب في فترات مختلفة اليوم تحضر معانا كمرشح للانتخابات الرئاسية السيد زهير كيفيش تقدم نفسك للتوينسل شكرا على الاستضافة أول حاجة أنا معتش أبي نعمل حزب الثاني حاجة أنا أقبل لما نبدأيه للحديث ثم عندي بعض الملاحظات بسرعة نحب نحكي فيه أول الملاحظة تعقيب على الحديث كنت أحكي فيه على القراءة اللي صارت في موضوع العلام أنا قبل لما نجيه يعني الحقيقة كنت محرج وكنت متردد نجيه ولا منجيش السبب أنه اليوم في الانتخابات الرئاسية ثم ثلاثة مترشحين واحد في السجن وأنا نعبر مرة أخرى على التضامني معاه وقلت موقفي في الانتخابات التسعتاش كان ثم أحد المترشحين في السجن ونائب رئيسية الانتخابات وقتها اللي هو اليوم رئيسية الانتخابات كان يطالبي إطلاق سراحة يعني تركه في حالة سراح باش يقوم حملته الانتخابية ثم القضاء يأخذ مجره فأنا مذابية رئيسية الانتخابات الحالية جدد الموقف اللي عبر عليه عامة تسعتاش لأنه من المفروض هذا المترشح روبين أنصاره ويعمل في حامة الانتخابية وأنا طبعا نحكي في الحديث هذا يمش في علاقة بالقضاء في علاقة بالمنافسة في علاقة بالعرض السياسي الذي يقاد ابن التوانسة نحبه يكون عرض سياسي متنوع كما عبرنا سابقا على رفضنا للقرارات التي اتخذتها لزي في مواجهة القرارات أو الأحكام لحكمتها المحكمة الإدارية المرشح الثاني اللي هو رقم ثلاثة اللي هو الرئيس المتهي وليته يغيب على الأعلام ولا يوجد في في أي وسيلة أعلام وهذا ما عنده حتى تفسير يدجم يكون هو محقرانية لوسائل الأعلام وليحقر وسائل الأعلام لا يحقر شعبه لأن وسائل الأعلام هي وسيلة من الوسائل اللي نتواصل بها مع شعبنا واللي هو حسب رأي هروب من الحصيلة لأن حصيلة سنوات الحكم كانت سفر وواحد يحب يهرب من الحصيلة ما يجبشيش الوسائل الأعلام وما يواجهش وما يواجهش خصوم النقطة الثانية أنا في إطار الانتخابات كذلك نحب تندد بالقرارات اللي اتخذت البارح القرع اللي صارت في التلفزة الوطنية حول حضورنا كمترشحين في التلفزة الوطنية كان من المفروض التلفزة الوطنية ومع هيئة الانتخابات البارح يعملون الإجراءات الترتيبية متاع المناظرة اللي أنا أكد مرة أخرى أنه موضوع المناظرة كنت تحدثت عليه في النادوة الصحفية حتى الموضوع لو لن تكون تحدثت عليه في النادوة الصحفية المناظرة هي أحد يعني التقاليد الديمقراطية اللي موجودة في العالم واللي موجودة في تونس واليوم اللي بترشح رقم الثلاثة يهرب من المناظرة لأنه حصيل تسفر النقطة الثالثة والأخيرة نحب ننبه هيئة الانتخابات مرة أخرى إلى أن الحاملة الانتخابية باقي تتعمل بالمرفق العمومي أحنا شفنا البارح الرئيس المنتهي وليته جبد المشاريع متع الديني الكل متع القروان وعمل لنا تصاور المستشفى القروان على المجلس الأعلى للتربية إلى غيره إذا كان عنده رؤى أو تصورات أو غيرها يهبط معنا للميدان للشعب كما أنا كنت وجاء من سيد عسين وكنت فيه تبرقة وكنت فيه الكيف وكنت فيه في مختلف جهات البلاد ويقدم رؤيته ويقدم حصيلته للناس أحنا اليوم كل المشاريع هبطت وأنا تعرف أنت أمين أنا مدرس لن يقول لك في حكاية في علاقة بأنه رئيس الجمهورية هو براب يخليني كامل الفكرة لأن أنت تعرف أنا مدرس عبارة على التلميذ اللي بقى عام كامل ما يقراش وجاء للامتحان يحبي يدارك الدروسه الكل ويحبي ينجح هذا رو عمره بينجح اللي ينجح هو الحصيرة الحقيقية فهذه هم ثلاث نقاط أنا حبيت نبدأ بيهم النقطة الثالثة رئيس الجمهورية معروفة أنه يمشي دائما شرح ببرجيبة يمشي للشعب يمشي للمختلف مناطق الجمهورية هو التوالسه كان يحبه كان يحبه يمشي وينجس هو مشيه أو لم ينجسه أولا وثاني حاجة اليوم احنا فيه فترة انتخابية وأنا أسبق وقلت ودعيته إلى تفويض صلحيته تقول لي هذا مش موجود في الدستور نقولك أخلاقيا وإيتيقيا واحتراما للشعب واحتراما للمترشحين اللي معاك باش تكون ثم تساوي في الحظوظ لأنه بتعرف احنا اليوم كيفية كما البلايوف احنا احنا في بطولة بعد البلايوف واحد عنده نقاط حوافز هو أخذ علينا نقاط حوافز ولكن رغم نقاط الحوافز احنا معنتها نأكدوا أنه قادرين أن ندركوا نقاط هذه وباشوفوزوا في الانتخابات هذه احنا باش نزيد ونواصلوا معاكم في حوارنا مع المراجح الانتخابات الرئاسية سيد زهير المغزوي راجعين مرحبا بيكم رجع لكم من جديد ومازالة مواصلين معاكم في ميديشو علام وزيكة فهم تحيي لكم نسكل في الاستماع شكرا لكم على احتياركم لفريقانس متاعنا نواصلوا مع ضيفنا في الستوديو المترشح للانتخابات الرئاسية سيد زهير المغزوي كنا نعرفه نتعرف عليك شوي وكيفاش انت تفضل تعرف روحك للتوينسا سي زهير هو أنا التوينسا معتقد يعرفوني لكن مثالي أنا زهير المغزوي الخدمة متاعك بداية العمل السياسي أنا متخرج من كلية العلوم اختصاص الرياضيات عمل السياسي بديته من المعهد الثانوية وفي كلية العلوم نركب الجامعي وتواصل في مجالات عديدة متزوج عندي ثلاثة صغار من قبل لي من سوق لحد تحديدا هذا هو نتقدم اليوم للتوينسا بعد نعتبر نفسي جندي من جنود تونس اليوم أنا في هذه الوضع لأيشة التايش وبلادنا على جميع المستويات أعتقد أنه عندي خبرة سياسية طويلة تأهلني أني نقدم حلول لبلادي وتأهلني أني نقدم حلول لشعبي بش يخرج من الوضع الموجود فيه لأنني أنا أعتقد أني كنت من صانعي أو واحد من صناع كل المراحل السابقة في تونس وأنا يغيظني برشة أن نشوف الأوضاع اليوم لعشاتها بلادنا حاولنا بكل الوسائل وبكل الطرق اليوم نتقدم برئيسة الجمهورية الهدف هو أن نحق وهدف شعبنا اللي ينتظر فيها سنوات ولم تتحقق خلينا نبدأ بالبرنامج الانتخابي لزهير المغزي وعلى الأقل في الجانب الاجتماعي ومختلف المحاور اللي تقدمها الخدمات اللي تقدمها الدولة اللي المواطن اللي هي التعليم الصحة النقل والخدمات الإدارية نبدأ بالتعليم ونحن بعد عودة مدرسية تقريبا زوز ملين و354.820 تلميذ راجعوا للمدارس يوم 16 سبتمبر بزيادة تقريبا بـ 2% ذا قطاع حيوي مهم لكل عائلة تونسية وعلى مر السنين التواسع يأتيوا قيمة للتعليم هل عندكم أفكار جديدة لتغيير المنظومة التعليم في تونس أو للنهوض أكثر بجدوة والجودة متاع المدرسة العمومية يعني ساعة أنا نحب نهني الأولياء والمربين بالعودة المدرسية اللي هي عودة مدرسية صعيبة صعيبة برشا صعيبة على الناس أنا كنت صباح في سيد حسين وكنت في مختلف الجيات كلفة العودة المدرسية تقريبا المعضة المتاحة بالنسبة للتلبية تقريبا تفوق 500 دينار فذل المقدرة الشرائية مهترة للناس أنا شفت اليوم الناس تشري في المواد المدرسية من السوق الموازي لأنه الكرصة المدعمة هو موجود لأن المواد الأساسية المواد يعني مواد التدريس للأسعار ترتفع سنة بعد أخرى والمواد المش قادر بشجابة هذه العودة المدرسية العودة المدرسية تقريبا عنا 15 ألف شهور اليوم موجودين بين المعاهد والمدرسة الابتدائية اللي يعني ثم تلامذة عنه اليوم رجعوا وما عندهم شيء أمام معلم أو ما عندهم شيء أستاذ أنا ديما نقول في الكلام هذية ولأنه ثم برش حديث ديما نحكيه على العودة البدرسية وغيره وديما نسأل ماذا فعل المرشح رقم ثلاثة لهؤلاء طيلة السنوات الخمسة الفارطة كيفاش اليوم البنية التحتية بتاع المدرسة التونسية المدرسة العمومية التونسية يعني جيت للحلول اللحظة المدرسة اللي اليوم ترهلت اللي سقفات بعض المدارس سقطت حتى على روصة لامدة في سنوات أخيرة ظروف المدرس اللي ظروف المدية تتراجع سنة بعد أخرى البرامج اللي لا تواكب العصر فأحنا اليوم محتاجين حقيقة ثورة في تعليم شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ المطلوب عصرنا التعليم المطلوب هو الأولا العناية بالبنية الأساسية للمدرسة التونسية العناية بظروف المدرس داخل المدرسة التونسية المطلوب رقمنات المدرسة التونسية المطلوب تغيير البرامج ومواكبة هذه البرامج مع العصر المطلوب مراجعة وتقييم بالنظام أمد في الجامعة التونسية المطلوب مراجعة المنحة الجامعية بالنسبة للطلبة اللي بقات اليوم محصورة في فئات دون خط الفقر اللي مسموح لهم بيش ياخذوا المنحة الجامعية المطلوب اليوم أن اللغة الإنجليزية تكون لغة الأجنبية الثانية طبعا بعد إلى لغتنا العربية اللي هي لغتنا الوطنية الأولوية المطلقة المطلوب الإفتاح على لغات أخرى هذا الكل جميل من بعض قد يسمعوا يقول هذي وعود انتخابية تعودنا بها كيف السبيل يوضحها على الواقع في استراتيجة وواقعية ديما خليني برب نكامل الفكرة مطلوب تدقيق شامل في التعليم الخاص اللي اليوم نتشرف في كل مكان يزم نعملوا تدقيق في التعليم الخاص مطلوب أشياء كثيرة في التعليم هو السؤال ديما كان نحكيه على الموضوع عذاية شنو بشتاعملوا مني بشتجيبوا الفلوس هذه وعود انتخابية أنا نحب نقول لك احنا قبل ما نترشح على انتخابات رئيسية كنا خموا في الحلول والدليل على ذلك أنه في قانون المالية السابق في قانون المالية اللي تعدى في البرنامان احنا أنا زهير المغزاوي والكتلة كتلتنا داخل مجلسنا بالشعب كنا قدمنا تصور ومقترح لتمويل التعليم اللي سميناه صندوق الإصلاح التربوي ودعم البحث العلمي والصندوق هذا يعطينا منين النجم نجيبه الموارد متاعه قلنا يحدث صندوق يكون مهمته هو تمويل الإصلاح التربوي والمنشود اللي الناس كلها تتحدث عليه منين نجيبه نجيبه الفلوس نجيبه أولا من التبرعات بتاع التونسي بالداخل وبالخارج ثانيا قلنا 0.5% من مربيح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد ومركس تكوين 0.25% من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى الغريب في الأمر أن هذا الفصل اللي تعدى في قانون المالية اللي هو فصل تكميلي هذا يوقع المصادق عليه والرئيس المنتهي وليته اللي يتحدث اليوم على التعليم وحكومته اللي تتحدث اليوم على التعليم وتتحدث على صعوبات المدرسة لم يقع تفعيله إلى حد الآن رغم أنه قع تمريره وبالتالي بالنسبة إلينا في رئاسة الجمهورية سيكون هناك صندوق خاص بالإصلاح التربوي هذه مصادر تمويله وعنده مصادر تمويل أخرى المصادر التمويل الأخرى هي التعاون الدولي وبش يكون فقط مش فقط مخصص للإصلاح التربوي ودعم وتشجيع البحث العلمي طيب الموضوع متعبنين الموارد الموارد موجودة لما تكون الموارد هذه كما كنت تتعدد فيها من مساحات كبرى من مؤسسات بترولية من بلدين أخرى وغيره ما تنجمش تخاف على السيادة الوطنية فيما يخص منهج التعليم وبرامج التعليم لا ما نخافوش عليش تضمع كله مؤسسات تونسية هذه مؤسسات تونسية نحكي عليها هنا مؤسسات تعليم خاص فضاءات كبرى غيرها موجودة في تونس ومنتصبة في تونس وتصور في الحصوص رب يزيدهم واحنا نحبوهم يساهموا يساهموا ما بلاد اليوم في أزمة كتاب دي بلاد في أزمة اللي عنده برشة فلوس يزموا يساهم في إخراج البلاد من الأزمة متاحها فانا اعتقد احنا اليوم في ظل الأزمة لا تمس من استقلالي نحن أول ناس حارسين على المدرسة التونسية نحن مانش كيف برشة ناس حتى ما خطبوش التونسة في وسائل العلامة الوطنية خطبو فيه معبر الفيسبوك اللي هو السير تعليم أجنبية عنا مساء الأخرى في التعليم وانا اعتبرها مهمة هو كيفاش نرجعوا للتعليم المهني أهميته التعليم المهني اللي قضينا عليه في تونس ولليوم تقريبا حتى الهجرة هذه الهجرة لشبابنا اللي حب يخرج البرة وكذا هذا مطلوب حتى في الخارج ومطلوب في الداخل فاحنا ماشيين اللي نسموه الباكي بروفيسيونيل كما موجودة في العالم وكل أي دولة تحترم نفسها عنا موضوع لانقطاع المدرسي اللي هو كارثة حقيقية اللي بين 80 ألف كيفاش نرجعوا بريق للتكوين المهني التكوين المهني يزم نرجعوا للتكوين المهني عنا وزارة التربية ووزارة التكوين المهني يزم يقع إدماج الوزارتين وتعتبرها مش حقيقية والنوعي والناس اللي ر obstعوا لها قل أهمية التعليم المهني على التعليم ونعطوا نماذج من الناس نجحت وصورت برشا فلوس لشبابنا هروا ما مشاوش لي التعليم هذيك مشاو للتعليم المهني وعملوا مهن فعليا كيف فعليا كيف معزف كف مؤسسات جديدة تكوين جديد نعملوا مؤسسات جديدة كيف تكون هذه المؤسسات جاذبة نعملوا مؤسسات جديدة نعمل مؤسساتنا الموجودة الآن هذا مش قضية هذا يجب أن نعمل دراسات ونعملها لكن يجب أن يعود التعليم المهني إلى المدرسة التونسية وإلى أبناء تونس لأنه ليست ناس كل قادرة تفهم في المات وتفهم في العربية وتفهم في كذا وتفهم في كذا ثم ناس عندها مواهب في المسائل المهنية ويجب ثم باك بروفسيوني وكان لدينا موجود أقبل في تونس اليوم لدينا مشكلة كبيرة في موضوع المهن في تونس هذك علش ملأمة التعليم مع سوق الشغل هي مسألة مهمة ومهمة جدد عنا مسألة ثانية مسألة الانقطاع المدرسي أحنا اليوم كارثة حقيقية في تونس تعبر على أزمة المجتمع وقل يولي عنا معدل الانقطاع المدرسي سانويا بين 80 ألف و 100 ألف شنو تترحول الانقطاع المدرسي؟ هذا الانقطاع المدرسي كان ينجي ما يصيرش الانقطاع المدرسي لو ثم التعليم المهني كان ينجي ما يصيرش لأنه الانقطاع المدرسي يعني السبيل الوحيد لحماية صغارنا من انقطاع المدرسة هو التكوين الماني لا مش هذا فقط لانقطاع المدرسة عنده أسباب أخرى أحنا الدراسات اللي عملناها أهم أسباب الانقطاع المدرسة هو الفقر هو عدم قدرة العائلة التونسية بيش توفر لوازم أبنها أنا كنت في الفحص جمعة نهارين التالي ولي يقول لي أنا منش قادر بيش نقرزه الصغار لأن كلفة يعني دونك إحنا اليوم بيش نساعده أنه هل انقطاع المدرسة يقص نطرحه سؤال كبير حول مجانية التعليم هل مازال التعليم مجاني في تونس ولا مجاني أعتقد أنه التعليم في تونس موش مجاني واحنا ماشي للرئاسة الجمهورية لإعادة المجانية للتعليم يجب أن يكون التعليم هذا المرفق العمومي التعليم العالي التعليم العالي بالطبع ثم موضوع إيمد واحنا بدينا وباش نكملوه هذا إن شاء الله في المستقبل دي تقييم التجربة متاع النظام إيمد كيفاش اللأم الشعب في التعليم العالي اللي ما عندهش علاقة بسوق الشغل اليوم ثم أنا ستمشي تقرأ في التعليم العالي وتبقى 15 عام و20 عام هي بطالة لأنه ما ثماش ملامة بين شعبنا والتطور اللي بقي يحصل في العالم وبين يعني الاختصاصات اللي يخذوها يعني مشاكل التعليم العالي هي فقط الملأ مشاكل كثيرة مشاكل كثيرة فهم مشاكل كثيرة أنا موضوع آخر في التعليم العالي موضوع خطير جدا هو انتشار الواسع للجامعات الخاصة اللي تمت في عهد النهضة واللي ثم ناس مستفيدة واللي احنا باش نعملوا تدقيق شامل لهذه الجامعات اللي توجدت وقتها يكفي باش نحكي لك نعطيك اكزومبل هنا ثماش كون كاتب دورة للبحث العلمي اليوم عنده جامعة خاصة ثم تضارب مصالح ثم انتشار بشكل عشوائي وشكل لا يخضع في بعض الأحيان للقانون ولا يخضع إلى أنه يدفع الضريبة وثمانس منتفع من الموضوع ذلك احنا ما نشف ضد التعليم الخاص نقول لك الاشكال فلا ما نشف مشكل في التعليم الخاص بقدر ما أنه يجبك أنت تخدم على تقوية تنظيمك التعليمك العمومي ثنائية ما فيهاش اشكال اما يجب من نظام بين الخاص احنا ما عاناش مشكلة احنا نحبه ندقه في الرخص التعطات تكون ثم رقابة تكون ثم انسجام بين المؤسسة التعليم العموم ومؤسس التعليم الخاص هذا اللي حاجتنا به في مخص التعليم اللي احنا نأكده مرة أخرى اللي هو مرفق مهم ومرفق يعني شديد الأهمية ورغم الشعارات الطنانة والرنانة نسمع فيها خمس سنين في كسار كرتاج ولكن لم نتقدم أي لحظة وين هم المعلمين والأساذة نواب تفكرناهم توا وحتى كتفكرناهم سويناهم وضعيتهم أنا زهير المغزاوري في رئاسة الجمهورية ما ثماش أساذة ومعلمين نواب سيقع ادماج كل الأساذة والمعلمين سبع ليلة شغور فم قادرة تونس على ادماج سبع ليلة شخص ما ثم حتى إشكال ما ثماش حتى إيرادة ومن خلوش أولادنا المتخرجين من الجامعات يخدموا كأنهم يخدموا تحت الحياة وما خلوش أبنان زادة يقريه فيهم ناس وضعياتهم الاجتماعية ما هيش مسوية ما يزم هذا موضوع التعليق التشغيل الهش في قطاع التعليم يجب أن ينتهي وينتهي فوراً سبع ليلة يجبوا ادماجهم فوراً نعم يجبوا ادماجهم فوراً عند هالإمكانية الموجودة وهذا أعطيتك احنا باش نرفع زادة في غضون السنوات القادمة في ميزانية وزارة التربية وبيش نرفع في غضون السنوات القادمة في ميزانية وزارة الصحة لأن هذه المرافق العمومية المهمة اليوم الموجودة في تونس وليبدأت تفقد في بريقها يزمها ترجع من جديد ويلسب التعليم يرجع مسعى اجتماعي وفي متناول كل تونسي وتونسي واضح جداً راجعين ماذا نموصلين معكم في ميديشو على مزايكة فهم مرحبا بكم رجعنا لكم جديد في ميديشو على مزايكة فهم تحية لكم نسكول في الاستماع ماضي ساعة ونص ومازالا موصلنا معكم في ميديشو وضيفنا المترشح للانتخابات الرئاسية السيد زهير المغزاوي نتحطه على برنامجه الاجتماعي نتحطه تحديداً على الصحة الصحة اللي هي من بين أيضاً القطاعات المهمة بالنسبة للتوينسا كيفاش تخموا أو تفكروا أو شنو استراتيجيا متاعكم الإصلاحية لقطاع الصحة في تونس هاتنا بديو بالمستشفيات العمومية شوف ساعة قبل المستشفيات العمومية نأكد على نقطة أول نقطة تلفت الانتباه في موضوع الصحة هو الخارطة الصحية اللي موجودة في بلادنا اليوم تقريباً أنت باش نعطي صورة صغيرة اللي يستمعوا فينا تمشي من بنزرت الباجة القاف سليانة القصرين قفصة جبلي جابس توزر إلى آخره القروان ما تلقاش مستشفى جامعي يعني تقريباً يمكن خمسة مليون تونسي اليوم بدون مستشفى جامعي دونك ثم خارطة صحية موجودة في البلاد غير عادلة وبالتالي أول مسألة يجب أن نقوم به في قطاع الصحة هو أن تكون ثم خارطة صحية عادلة يكون ثم انتشار عادل للمرفق الصحة العمومية يتوفق الخارطة الصحية كيف نحكيليك أنا على الخمسة مليون تونسي اللي ما عندهم مش مستشفى جامعي اللي أنت يجب تعرف مثلاً مستشفى جامعي يعني في كل بلاية لحظة هني جيتك لحظة مش هذا أنا روى شوف أمينة ماذا بيا مش خليناعطي فكرة كاملة خطر هي المسألة مش شوف أحنا كنشوفه اليوم الوضع بتاع البلاد اشتما فيه فيه واحد يمرض في قبل أول نقطة ينجم يداوي فيه هي صفاقس واحد في القسرين أول نقطة تونس ولا صفاقس واحد في الشمال الغربي هي تونس وشوف الاكتظاظ اليوم في المؤسسات الصحة العمومية في تونس في العاصمة يعني وفي بعض المدن الساحلية هذا يثبت اللي ثم معاناة حقيقية للمواطنين في موضوع الصح أنا اليوم موجود في السيد الحسين نشوف في المستوصفات المستوصفات والتي مكتوبة فيها قائمة متاع الأدوة الغير متوفرة تشوف اليوم امرأ تاخد في الجيراية متاع ١٤٤ دينار متاع العائلات المعزة ومعنداش ومثماش دواة السكر اللي موجود اللي هي يجب تستعمله وليجب تشريه ثم مشكلة شح متاع دواة ثم مشكلة كبيرة اليوم في التخطيط وفي الرؤية للصحة العمومية في تونس وأن الدولة في السنوات الفارطة تخليت على الموضوع الصحة العمومية وحتى في السنوات الأخيرة الحديث ياسر على الصحة وتقريبا كل أسبوع ثم بلاغ غابط رابق يحكي على الصحة منهم وضوع المدينة الصحية في القروان لخرجة البارح خرجة التصور بتاع البارح وانا ديما نقول راو كانوا فلح رامو البارح لأنه ما نجيبش أعمل سبيطار طيلة خمسة سنين هو الاعتمادات عنده راو ما نجيبش حكم البلاد فالسابق ثم علش تعطل وعلش ما تبنيش سبيطار هدايا ولا حكاية سبيطار القروان يشبه شوية لكلية الطب بتاع مدنين بتاع الجماعة لي قبلوا ذلك احنا ولينا في نفس الحكاية احنا اليوم يجب تكون عندنا جرأة جرأة حقيقية ونقول الدولة التونسية يجب أن تعيد للصحة العمومية بريقها وتعيد الصحة العمومية دورها بأي طريقة بطرق كثيرة وابش نعطيك بعض الاقتراحات أولا تغيير القوانين في علاقة بالمستشفات العمومية بأي معنى بمعنى أنه التصنيفات اللي موجودة في المستشفات العمومية تصرف المستشفات العمومية كيف تتصرف العوان كيف تقع انتداب العوان وغيرها مكافحة الفساد اللي موجودة داخل القطاع الصحة العمومية وهذا يجب ننطوره أليات الرقابة الزيادة كذلك في ميزانية وزارة الصحة وزارة الصحة يجب نزيده في الميزانية بتاعها تطوير البنية التحتية وهذا يروا نجم يتم مش الدولة فقط الدولة والتعاون الدولي بنعطيك مثال مستشفى صفاقص اللي عمله الصينيين هو دليل على تعاون الدولة التونسية مع الدولة الصينية في هذا المستشفى وغيرها من الأمثلة اللي موجودة توجدت في تونس وتنجم توجد في تحسين زاد وضعية الإطارة الطبية وشبه الطبية إيجاد حوافز الطبية متاعنا اليوم في مستشفيات فرنسا كلهم الطبية توانسة يزا ما نوجد حوافز حقيقية الشراكة بين العام والخاص مشروع يعني باش نعطيك بعض الأرقام المهمة زادة وخطيرة جدا تارف اليوم عنا نحنا في تونس حشايا كمرض السرطان حشايا وليسمع فينا عمنا 16% من الوفيات في تونس بسبب مرض السرطان ولي هذا شنو يتطلب يتطلب وهذا بطء الخدمات غياب الأدوية ثمانستا قد استنى أشهر بشو سليل هدوه هدايا دونك شيلزم أنا في رئيس الجمهيز بتكون ثمة استراتيجية وطنية جديدة لمجابهة حشاك ومحاشل يسمعوا فينا مرض السرطان والتوقي منه تارف كداش عنا تونسة مرضة بالسكر اليوم عنا اليوم النجمو نوصله لـ 30% من تونسة مرضة بالسكر عنا 2 مليون تونس يمريض بالسكر اليوم والدراسات تقول النجمو نوصله لـ 30 مليون 30% من تونسة مرضة بالسكر هذا شنو أنا حكي لك شنو الحلول هذا شنو يطلب فعليا كيف تقول استراتيجية لتنظيم المستشفى المجديد لحوكة مجيدة بأي معنى بقوانين بقوانين بمؤسسات جديدة لأننا إحنا كنا نحكي بتسريح العمل اللي ما يخدمه بأي طريق نحنا كنا نحكيه على الثورة الرشراعية نحكيه عليها قولا الفعالة مش نحكيه على ثورة الرشراعية ومنهزوش حتى قانون للبرمان كنا نحكيه على حق ميزة مقوانين كنا نحكيه على مقاومة الفساد الفساد اليوم يزمق قوانين لأنه ثم فساد موجود اليوم في البلاد مقنن وإذا كما معنش القوانين لنقضيه على الفساد لو مش مش تقضيه عليه الفساد دون هالموضوع ذا الاستراتيجيات ذا تعملها الدولة تعملها وزارة الصحة وزارة الصحة مش دورة لأي اعتمادات مرأة الاعتمادات موجودة الاعتمادات شوف احنا قبل أنا بنسبة لي خاطر كي تقولي شاركة بين العام والخاص هذا موجود في كونس هاني جيتك للاعتمادات شوف بالنسبة موضوع الاعتمادات أنا بشي نقول لك حاجة أنا في رئيسة الجمهورية شنو ما زوز حاجات كبار بشي تعملوا السنة الأولى بشي تعمل الإصلاح الجي باي وإصلاح وضعية الصندوق الاجتماعي لأنه شوف راهي وضعية الصحة العمومية مربوطة هي حلقة مربوطة بعضها كنشوفوا وضعية الصندوق الاجتماعية كنشوفوا الإكنام اللي عندها عاجز ما هيش قادرة بش تعطي تخلص الطبيب ومش قادرة تخلص الفرماسية ومش قادرة تعطي الاسبيتار وكذا ما هو هذا بشي أثر على الصحة العمومية دونك يلزم إصلاح منظومة الصندوق الاجتماعية هذه أول مسألة إصلاح منظومة الصندوق الاجتماعية بش تكون عندها منفعة على الصحة العمومية بش تكون عندها منفعة على المليون ومئتين متقاعدة اليوم في تونس كيفاش إصلاحها؟ إصلاحة جديدة لتنظيمها بطريقة تمويل جديدة؟ معتنا عمله اليوم تمويل جديد لهذه الصناديق أولا ثم امراض ثم موات تتبع في السوق تسبب في أمراض كما التبغ وغيرها من الأمراض هذه كذب تكون ثم مضاربة تمشي للصناديق هذه ثم برشة موارد يمكن أن تذهب لللزاة سيروس عليش من اللزاة سيروس ما تكونش من مشمولات الصناديق الاجتماعية يعني الصناديق الاجتماعية حتى في السابق اقترحنا في فترة من الفترات في البرلمان أن تتخصص جزء حتى جزء من المرابيح متاع الشركات التي تربح برشة تمشي للصناديق الاجتماعية بدون إصلاح الصناديق الاجتماعية باش نبقى وندوره في حلقة مفرغة لأنه يل باش تأثر على المستشفيات باش تأثر على المتقعدين باش تأثر على أمراض الأدوية الأدوية طبعا عندنا أزمة متاع دواء الصيدة الليلة المركزية اليوم فما تشهد عاجز صناعات الأدوية في تونس يجب نعمل لها تحفيزات وحوافز حقيقية لأنه ثم إمكانيات كبيرة موجودة في البلاد اليوم شنو ينقصها ينقصها التشجيعات وعطاها حوافز حقيقية حتى نجم نوفروا الأدوية هذه لأنه اليوم التونس يعاني أنه الدواء الأساسي ما عادش نحكيه على الكونفور الدواء الأساسي كما حكيت لك دواء السكر حشيك دواء أمراض مزمنة يعانوا فيها خاصة كبار السن معاش متوفرة في المستشفيات إضافة للغلاء هذه الأسعار بتاع الأدوية بالنسبة للموارد خانجيك عاد شوية للمواردة تسألتني على الموارد وخالي يسمع التونس سألنا شنو نقترح عليهم في الموارد ثم موارد كثير وأنا نعتبر أخطر ملف في تونس المقعش العمل عليه في السنوات الفرطة هو ملف الإصلاح الجباية إحنا نعتبر أن العدالة الجباية هي أحد أساس العدالة الاجتماعية مش نحكيه على العدالة الاجتماعية ومخلين وزيرة المالية هذه وزيرة المالية الموجودة الآن ما تتقدمش حتى خطوة في موضوع الجباية أنا نعتقد أنه اليوم ملف الجنات الضريبية زي ما نحلوه نحكيه فيه ملف التهرب الضريبي ترفض ملف التهرب الضريبي هذا كانتش خسر في الدولة التونسية لبعض الدراسات وإحنا تقديراتنا أكثر 25 مليار دينار مولو الصحة من التهرب الضريبي لا لا نحكيه لك على موارد الدولة من بين مصادرات ما نستحكيه على موارد الدولة اليوم عنا 25 مليار دينار تهرب ضريبي هذه دراسات قابوا بها مختصين وإحنا دراساتنا تقول حتى أكثر منك ترش معناتها 25 مليار دينار ولا تهرب ضريبي يعني تقريبا 100% من قيمة خدمة الدين الداخلي والخارجي في سنة 24 هذا يموللنا كل شيء طيب مش معناه يموللنا كل شيء يعني الأموال هذية يعني كنصلح الجباية ونعمل العدالة الجبائية الحقيقية طوال الأمور تمشي إلى الأمام عنا 25 مليون دينار يعني هذومة تهرب ضريبي ترفش يعنيه وزاده يعنيه ومرتين ونص عجز ميزانية الدولة لسنة 24 طيب دوك شنو المطلوب شنو اللي نقصنا نقصنا الإرادة نقصنا الإرادة تعرف علش نقصنا الإرادة ولا لأنك ينمشي هذا المصالح الجباية في وزارة المالية اليوم قداش فهم نعون فأربعلاف وخمسمائة عون فيهم 1600 عون مراقبة والبقية عوان استخلاص أحنا الدراسات اللي عنا شنو تقول تقول يلزمنا في غضون السنوات القادمة انتداب على القل 2000 عون لأنه إذا كما يقعش انتداب 2000 عون هراه موضوع الجباية بشبقة هو نفسه يعني خلال الرقمنا وعليش ما تماش رقمنا نتحدث بعض على الرقمنا في الملف الإداري والخدمات الإدارية خلنا مشي للنقل واحنا في عودة مدرسية ونعرف زادة في وقت الدوب السيون صغير إقبال كبير مت وين ساعة لستعمال النقل العمومي إن كان العام أو الخاص شنية مشاريعكم لحل مشاكل النقل العمومي في تونس طبعا هو شوف أنا كنحكي على النقل نحكي ساعة على الوضع المزري اللي يشوه التوانس اللي هون في النقل العمومي نحكي على الكيران السفرة ولا كيران أخرى كيران أخرى حتى وزارة النقل ما تحترمناش حتى كرمتنا ما زي كتوب عليها الليل دي فرانس الخردة اللي جابوها من فرنسا واللي هذا الملف زادة فيه بارش ما يتحكيه وباش نحلو فيه تطقيق الملف فذي متاع الحافلات المستعملة واللي على فكرة في يعني تونس قادر تشيح حافلات مش مستعمة بالطبيعة منشيريش الخردة بتاع فرنسا ولا خردة أي جهة أخرى من الجهات وعلى فكرة الدولة التونسية تمنع مواطنيها الموجودين بالخارج بشيجيبوا سيارة يفوق عمرها أكثر من ثلاثة سنوات وتسمح لنفسها أن تجيب حافلات عمرها أكثر من عشرين سنة وهي مفرق ثم موضوع السكة الحديدية وتطوير السكة الحديدية إحنا لو كنمشيوا لرئاسة الجمهورية بش نفعله مش نحكيه على التجي في ولا القطار السريع بين بوزرت وشاسمه وأقس الجنوب ونتفكره البارح ديما أنا نقول راهو الكن وفالح راهو من البارح بالنسبة لحافلية تسمحني براح سير فيها تدقيق راهو وفحص فني قبل ما تشريه حتى كان مستعمل نعرف هي مستعملة نعرف هذي سير فيها وعليش حننعملوه ذاك احنا عنا إمكانيات ساعة الكيراني بتاعنا اللي كانت تخدم كلها عليش صار فيها فمناش على شنوري صار هي عليش اليوم الشركات الجهوية للنقل تشهد خسائر كبيرة وكبيرة جدا عليش مفاخر تونس اللي كانت في النقل تشهد ذاك لأنه ما ثماش حاكمة ما ثماش تدقيق في الحاكمة ما ثماش متابعة حقية لأنه الميزانية المرسودة لوزارة النقل ميزانية معنتها ضعيفة برشة ومش هذا فقط وعنا عنا مشاريع كبيرة معطلة في النقل أنا البرح في قطعة أنا أخكيلك يا أمين أشوف في قطعة عشان والقيت القيت في قطعة اللي ثم مطار عنا في مدينة من أفضل مدننا ومن أجمل مدن تونس أفمني أولا؟ مطار يخدم مرتين في الجمعة تعالش أنه يجيب المطار هدايا يجيب في المتردين من إيطاليا أحنا يعني أولادنا اللي مشيو لإيطاليا لمتردين من إيطاليا أحنا أولا أن أخمصة عند تطلع في مطار أطيل مطار تبرق أنت قلت لي مشكلة حوكمة خاصة أننا نعرف أن حويون الشركة هذه تنجم تصل تقريبا 1880 مليون دينار في سنة 2022 منها 230 مليون دينار لفائدة البنوك ومزاوية قطاع العربية نزد بدبلوماسياتنا الخارجية نمشي نجيبه كما العالم الكل الكيران الإلكتريك بدأت تمشي في العواصب الكبيرة لكل الكيران الإلكتريك النجمة تكون موجودة الحافلات بالكهربية وراه النجمة من خلال علاقاتنا الدولية ومن خلال الدول الشقيقة والصديقة اللي نتعامل معها اللي تقدمت في المجالات هذه النجمة نحلوه مشكلة النقل خاصة في تونس الكبرى مشكلة اللواجات والتاكسيات سيب الرخص للناس اللي استعملت هذه الرخص سدوات طويلة اللي شكود موالي للحكم نطوروها نعطوا تحفيزات جيبائية للناس هذومة خلي يشيروا كل الأسطول بتاعنا جديد وراه هذا صحيح قطاع خاص ولكن يقوم بخدمة عمومية للمواطنين والمواطنات وهو رديف زادة للنقل العمومي صحاب اللواجات وصحاب التاكسيات وغيرها دونك ثم عديد التصورات وعديد الحلول لموضوع النقل هذا نشوف نعطيك مثال أنا مدينة تطوروبا وجيهة منوبة بصفة عامة كان ثم خط حديدي ما يكلف الدولة حد شيء اللي هو مدينة معزولة مدينة تطوروبا بعد سبع متعليل معاش تمشيلها في العاصمة ذايا واللي هو النجم ونعمله بالحكمة سكة يعني قطار كان يمشي بصفة مستمرة وبصفة دورية وبصفة منتظمة لهذه الجيات في الدوار هيشير في ضواحي العاصمة هذا كله تفقد ليش؟ ليش؟ لأنه ما ثمش حكمة ما ثمش متابعة ثم التعامل مع بعقلية رزق البليك ثم كان لكلام لكلام والنقل ونوفر النقل احنا سمعنا خمسين خطاب من من 2019 لحد الآن في كسار كرتاج على نوفر النقل ونعمله للنقل ونحسنه الخدمات وزرنا وزار الرئيس المتهى وولاية الدبوات متاع شركات النقل وباش نتخذ الإجراءات ولم يتخذ أي إجراء إلى حد الآن احنا ماشيين لرئيسة الجمهورية لنحول الكلام إلى فعل حقيقة على أرض الواقع من خلال الحكمة من خلال دعم ميزانيات المرفق العمومي من خلال التعاون مع الأصدقاء والأشقاء في موضوع النقل في تونس من خلال مجابهة التهرب الضريبي البشر القوي والموارد تعد دولة هذا كله ينجم يساهم في حلين المعض الذي يمتع النقل من خلال هات وممكن بالطريقة هذه تقضيه على الديون متاع وزارة النقل بالنسبة ليكم بطبيعة هذا يجب نقضيه على الديون متاع وزارة النقل يجب وزارة النقل هو رأيه السؤال ريت السؤال يجب يسألوه التوانس أو نسألوه علاش هذومه ما كانوش في أزمة قبل علاش ولا هو في أزمة اليوم علاش كانت ما معناه أقبل أقبل فترة يعني علاش الأزمة تتفاقم أقبل عشر سنين حتى أقبل عشر سنين وقبل حتى كذا لأنه ثم سوء حوكم موجودة لأنه ثم فساد لأنه ما ثمش استقرار سياسي لأنه وزير يجي ويمشي يجي للجيل لوزير اللي بعده لأنه ما ثمش خطة ما ثمش رؤية لكل المدن في العالم لأن الدولة تخطط للمدن في العالم باش يحلو فيها العيش باش النساء باش النساء رتاح فيها رجعين تحطوا على النقل الجوي في مديشو على موسيقى مع ضيفنا المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي رجعين لكم من جديد في مديشو على مزايكة فم تحيي لكم نسكول في الاستماع مازالا مواصن معكم حتى لماضي ساعتين وضيفنا المترشح للانتخابات الرئاسية أسيد زهير المغزاوي نواصلوا مع موضوع النقل وتحديدا النقل الجوي وانتي كنت تتحدث تقبيلا على زيارتك لمطار تبرق كيفاش ترى الإسلاح في ما يخص النقل الجوي؟ أقبل الإسلاح على مطارات في الجهات الداخلية كما مطار تبرقة كما مطار توزر كما مطار عديد المطارات الموجودة مطار النفيذة مطار النفيذة اللي هو نقطة استفامة كبيرة اللي تقريبا ماهيش قاعدة تتختم واحنا في تصورنا في وفق الفين وربعين تونس يجب أن يكون عندها مطار جديد مطار كبير مطار يليق بتونس ومطار يربط وفق الفين وربع وعشرين في وفق الفين وربعين قلت هذه يجب أن يكون تونس عندها مطار كبير في أحواز العاصمة في مناطق يعني تم توجول الخبراء ويعملوه مطار يربط التونس هذه بخطرة هي تونس همزة وصل بين أفريقيا والقارات الأخرى وخاصة القارة الأوروبية معادش ينجم يكون مطار تونس كارتاج هو مطار عريق معادش يليق بتونس بواجب مهورية تونس يعني كما ذكرت في الوفقة في الفين وربعين ثم عنا مشاريع معطلة في النقل عنا مشروع مترو سفاقس معطل واللي ضحك في سفاقس هو تقاعد البيديجي تقاعد والمترو ما زال ما تعملش علش سفاقس ما فيش مترو علش سفاقس مدينة كبيرة فاهم مليون ساكن يجب أن يكون هنالك المترو في سفاقس خلينا في النقل الجوي الساعة نكملوا مع النقل الجوي كنت حيب ترجع للنقل خطر هو نقل بكله نقل الجوي ولا تقل البر وغيره فاهمني أقول لا نرجع للنقل الجوي النقل الجوي أول حاجة هي متتصلح والأهم حاجة أنه ويكون لدينا مطار أكبر وفي نفس المكان في بلاسة أخرة باش في نفس المكان بعيد على وسط العاصمة عندكم فكرة على المكان عنا فكرة على كل شيء باش نقدموه للتوانسة إن شاء الله في أقرب وقت ممكن الموضوع متع تينيسار أنا نسأل شوفوا معايير الحاكمة الدولية هل هي متوفرة في تينيسار ولا هي مش متوفرة في تينيسار أنا نعتقد أن معايير الحاكمة الدولية ما هيش متوفرة في تينيسار اليوم يجب أن تتوفر معايير الحاكمة الدولية في تينيسار ثم علاقة تينيسار نعطيك مثال بسيط علاقة تينيسار بالتوانسة الموجودين في الخارج علش التونس الموجودين في الخارج اللي يجيبه في العملة الصعبة ما يجي روحوش في راس العام ما يروحوش في العطالة المدرسية ما يروحوش في أيامات رحتوا باستثناء الصيف لأن التذاكر في تينيسار غالية جدا ولأن الناس الموجودة في الخارج التونس في الخارج ما يجيبوش يجيبه غلاء التذاكر سواء في النقل البحري أو النقل البري وهذا أنا أعتقد موضوع مهم ومهم جدا وتحدثنا فيه في مناسبات سابقة من الإجراءات اللي بش نقوم بها هو أن التذاكر بالنسبة للتونسيين بالخارج بأي طريقة شنو بأي طريقة بش نخفضه في التذاكر عندش طريقة أخرى ونخفضه في التذاكر ما يقول لك الرحلة غالية خطرة وذيك إمكانيات تينيسار وذيك الكيروزين وذيك عدد التائرات اللي عندي وذيك إمكانيات المدرسية عادي بش تكون الرحلة غالية لا ما أعطي أقول لك حاش احنا اليوم دولة مش شركة تينيسار وحدها ووزارة الخارجية وحدها ووزارة النقل وحدها وغيرها ها بش أعطيك شنو معناتها دولة معناتها أحنا اليوم كي ما خلوش الناس تروح من الخارج كي نغليه التذاكر لأن الحجة أنه النقل وهل تحكي في أنتي شنو ينتج عليه ينتج عليه أنه ألاف أو حتى مئة الألاف من التونسيين المقيمين في الغارج مايرجعوش للبلاد كي مايرجعوش أذوك للبلاد شنو ينتج عليه تنتج عليه خسارة في الاقتصاد الوطني لأن الناس هاوكي بش جيوا للبلاد بش يصرفوا بش يجيبوا عملة صعبة بش يحركوا الدولايب كي ما يقولوا التونسي دونك المسألة خطر مشكلتنا في السنوات الفارطة أنه كل واحد ينظر للقطاع منعزل لعب لبقية القطاعات نخفضه في التذاكر تنجب تكون ثم خسائر من هنا ولكن كان ثم تنجب تكون أرباح كبيرة كي ما جينا قلنا لهم وإحنا هذا اللي بش نعمله غير الأوراق النقدية ندبجوا الاقتصاد الموازي هاوكي فلوس مكدسة شكاير محطوطة خنغيروا الأوراق النقدية وخنحركوا الدولايب يقولك تغيير الأوراق النقدية يكلفنا برشة فلوس هاوكي يكلفك فلوس ولكن بش يربحك برشة فلوس بش تدبج اقتصاد موازي في الاقتصاد الحقيقي دوك التفكير متاعنا احنا في رئيسة الجمهورية كازوهار المغزاوي مش تفكير سكتاري قطاعي كل قطاع وحده هذه دولة وهذه استراتيجة بتاع دولة وهذه رؤية بتاع دولة في جميع القطاعات في علاقتها ببعضها البعض واضح جدا خلينا نتحدث أيضا على الخدمات الإدارية شنو مشروعكم لإسلاح الخدمات الإدارية وإدارة طق احنا قلت هذا يا شعاري أنا من اللي بديت الحملة الانتخابية تونس الذكية تونس الذكية ومش تونس الورقية تونس المراقبنا اللي ما ثم حتى سبب اليوم باش ما نقذيه مش على دابر أرجع غدوة ما ثماش حتى سبب اليوم باش مواطن تونس يمشي للبلدية باش يخرج المضمون يقولوا له الرزو طايح وفي بعض الأحيان الانبريمات مكسرة في تونس هذية اللي فيها ألاف من المهندسين في الأعلامية اللي موجودين اليوم خارج تونس على سف شديد واللي تونس ميش مستفيدة منه دونك احنا أهم حاجة في الإدارة هي رقمنتها بدون رقمنت الإدارة ما نجبه نعمل حد شي نعطيك مثال اليوم احنا في عودة مدرسية وعودة جامعية اليوم من الطلبة متاعنا وطلعهم ليطلبوا منهم بالتسجيل عن بعد وبعد ما يسجلوا عن بعد يقول ليطلبوا منهم باش يسجلوا عن قرب يعني 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 عملية اللي باقية تصير عملية أبثية عملية خارج العصر العصر اليوم ما عادش في الأوراق العصر العالم ماشي باش يتخلى الإدارة تتسمى في العالم الإدارة الصديقة للبيئة يعني الإدارة اللي فيها أخل ما يمكن من الأوراق دونك بالنسبة لنا هذي هذي مسألة مهمة ومهمة جدا في الإصلاح الإداري ويرد رغم أنت الإدارة وسهل مشروع رغم أنت الإدارة خاصة أنه تونس عندها سابقة في البريود متاع الكوبيد نعرف وقال لي ما الصعب على التوينسة لليوم أنه يجبد مضمون ولا بيت روا ولا غيره بالإنترنت لليوم غير قادر تونسي على أنه يجبد ورقة بالإنترنت خطر نعمل الثقافة نعمل الثقافة للتوينسة فيمكان التوينسة لكل اليوم أنه الإنترنت موجودة التوينسة ولا الإدارة الإدارة والتوينسة أنت يقول تتوفر توفرها الإدارة للتوينسة إيه ويرد أنه أنا سؤالي لك في علاقة بالإدارة كيفاش بشتمر رقم أنت الإدارة خطركم تحكيوا عليه وكأنها حاجة سهلة وويردة والحال أنه احنا تعدينا بكوفيد وكان ولليوم التونسي مزال محلوم من الخيضة مدير يعمل بعض هذه الإصلاحات اللي لزمها تقوم لأنه في تجربة الكوفيد وأنا نعرف مليح شنو اللي صار في ترجمة الكوفيد نعرف اللي الدولة كتشفت أنا ما تعرف شعبها يعني نعطيك مثال في الإعانات التي تعطيت في الكوفيد لشكون تعطاء لإعانات هذي ولا واحد يركفش تعطاء لإعانات هذي لأنه ثم شكون ما هوش موجود في السجلات بتاع الدولة هيا هو أهمية الرقمنا وهو يصور في برشة فلوس وثم شكون يصور في شوية فلوس هو موجود غديكة وتحرم من هذه الإعانات موضوع الرقمنا أصبح اللي هو مسألة حيوية وضرورية بالنسبة للدولة يجب كل مواطن يكون عند المعرف متاعه الدولة تعرف مواطنيها والمواطنين يعرفوا دولتهم وهذا يب بالطبيعة الحال ما هوش بش يتم بين على شي وضوحها ولكن أنا كنحكي على هدايا نحكي عليه هذا مشروعنا لازم يتم في أسرع وقت ممكن لأن ترحين على أنفسكم رقمنة الإدارة التونسية أعتقدوا أن هذه مسألة حيوية وحيوية جدا وباش تزيد حتى في نسب النمو متاع البلاد إذا كانت ننجح في رقمنة الإدارة لأن رقمنة الإدارة ورقمنة المؤسسات في تونس باش يكون عنده حتى نعكاس على موضوع الضريب لتحدث تعليم بكري ولا موضوع التهرب الضريبي وعلى موضوع الإصلاح الجبائي اللي يجبنا نقوم بي في تونس في أسر عموك أنا أنا حلمتي وهذا في مشروعنا نحب أن نعمل مدينة عصرية إدارية وذكية في تابعة تونس الكبرى فهي تقدم كل الخدمات للمواطنين والمواطنات على غرار ما حدث في عديد الدول في العالم وقت جددي هذه التجربة تكون فيه يخذون 2050 يعني مدينة إدارية حقيقية نبعد الضغط على العاصمة الاكتباد اللي موجود في العاصمة اللي المواطن اليوم كيمشي الوزارة من الوزارات في بعض الحياة وسط العاصمة من يجي يمشي نظر الاكتباد المروري الكبير والكبير جدا كيفاش تضمنوا سلامة المعاملات الإدارية ولتعزيز الشفافية متاع المعاملات هذه وخاصة للقضاء على الفساد شوف سعالة نحب نحيل للإداريين واللي يعملوا في الإدارة التوزيح واللي كانوا في الفترة الأخيرة دائما يدهم على قلوبهم لأنه نستحكي على الفساد وأنه ولوا متهمين لكلهم بأنهم الفساد أنا نحب نحيل الإدارة التونسية لوقفة للدولة التونسية في مناسبات عديدة وأهم هذه المناسبات ربما بعد الثورة مباشرة وقد كانت الإدارة أمنة المرفق العمومي للتونسيين والتونسيات أرغم شبه غياب الدولة في تلك الفترة فأحنا نقول للإداريين والإدارة التونسية أراهوا موضوع الفساد هذا ماهوش موضوع عام ما هتراه وأنتما لستم متهمين أنتم تخدموا على روحكم في الإدارة التونسية وتخدموا في الدولة التونسية واللي يمارس الفساد يتحاسب هذه مثلا لا شك فيه ولكن أنا نصلت هذا الضغط المصلط على ديرين طيلت تقريب ثلاث سنوات الآن والخطابات الرنانة والطنانة الفساد في الإدارة والإدارة التي تعطل والغيرة أعتقد الإدارة الإدارة نصلحها الإدارة نوفرها لها الإمكانيات نوفرها لرقمنا تو تخدم على روحكم خدمة على روحها طيلة سنوات الفارض مكافحة الفساد بمزيد الماء للرقابة مكافحة الفساد بالرقمنا مكافحة الفساد أن الموظفين في الإدارة التونسية يأخذوا حقهم أحنا اليوم عندنا في تونس بش تولي مدير عام ولا بش تولي مدير يوصل عمرك خمسين عام ستين عام نفتح الأفاق للموظفين وللإدارينا ونعطيهم رؤية العمل ونتفقوا معهم على البرامج تو الإدارة التونسية تبدع لأننا فيها كفاءات وفيها طاقات كبيرة وكبيرة برشة والطاقات هذه أشععت خارج تونس مش في تونس فقط الدقيقة الأخيرة اللي كنت تخاطفها على شعب تونس الدقيقة الأخيرة نحكيه في الملف هذي نحكي على الملف هذي أنا نعرف معاناة التوانسة كنت معاهم في كل مكان كما ذكرت مبكري أحنا في رئاسة الجمهورية إن شاء الله بحول الله نطلب من التوانسة الصعب بشي مشيه بكثافة لصندوق الاقتراع حب نقول التوانسة راه هو الموضوع مش محسوم للبعض أعتقد أنه محسوم لأنه لما نجمش يواجه الناس في الأعلام والتضييقات اللي يقوم بها على المنافسي يعني يرى ما عنده حتى شعبية لأنه اللي عنده الشعبية يواجه الناس ويخلي المنافسين موجودين معاه في الساحة أحنا مشي للانتخابات هذه وكل ثقة في شعبنا أنه بشي يكونوا في كسر كرتاش نطلب منهم بشي قبلوا بكثافة على صندوق الاقتراع أحنا سميناه في بياننا الانتخابي الطوفادة الانتخابي يوم 6 أكتوبر لأنه لا سبيل للتغيير إلا بالذهاب لصندوق الاقتراع أنتم ما يتوانس اليوم عندكم مزيز خيارات مش تبقوا خمسة سنين أخرى كما شفتوا العرض شفتوه في السنوات الأخيرة ونغير بصندوق الاقتراع من أجل تونس أخرى أحنا نعتقد مزالت ممكنة من أجل الشبابها وشيوخها ونساها شكرا لك السيد زهير المغزيوي المترشح للانتخابات الرئاسية على حضركم معنا على كل هذه التوضيحات